يظهر جلياً أن بركة الدم التي تملأ ساحات العراق آخذة بالاتساع في ظل استمرار سقوط الشهداء من المتظاهرين برصاص القوات الحكومية والميليشيات التابعة لإيران ومع استماتة إيران للقضاء على انتفاضة الشرين بكل ما تملكه من وحشية تدخل المحافظات العراقية في حمام دم لم تلتزم الحكومة بإقافه وهذا الكلام لمنظمة العفو الدولية التي ترصد المشهد العراقي وتدق ناقص الخطر لمجازر مروعة تخطط لها القوات الحكومية في سعي لاختراق الساحات التي يسيطر عليها المتظاهرون المنظمة رصدت إحراقاً متعمداً لخيام الاعتصام في ساحات بغداد لاسيماً الخيام التي تحوي المعدات الطبية التي يستخدمها المتظاهرون لعلاج الجرحى الأمر الذي يكشف عن نية حكومية لتدمير الوسائل الشعبية اللازمة لاستمرار التظاهرات والكفيلة في تحقيق استقلال للمنتفضين بما يتعلق بمستلزمات الطعام والأدوية والأدوات اللوجستية البسيطة المتاحة دخول انتفاضة تشرين شهرها الثاني دون انقطاع أدى إلى خروج المشهد العراقي عن سيطرة الحكومة وداعمها في إيران ولم يعد بالإمكان إيقاف الحراك الشعبي وخصوصاً بعد أن تبلورت صورته واتضحت مطالبه وتحول من طور العفوية إلى التنسيق وبوقت قصير قطع العراقيون أشواطاً متطورة عن ثورات الربيع العربي حيث لم يبقى في العراق ما يصطلح على تسميته بالأغلبية الصامتة كل شارع وحي يشهد تظاهرات مستمرة لم تكن وليدة لحظتها بل إنها تعبير فعلي عن مقاطعة الأغلبية الساحقة من العراقيين لانتخابات أيار عام 2018 وحدهم العراقيون يخوضون معركة الحياة بلا حماية دولية لهم من آلة القم وعليه فإن حمام الدم الذي قالت عنه منظمة العفو الدولية يدان به كل من رآه ولم يتحرك